السلام عليكم أحبائي مرحبا بكم في قناتكم عيس تعليمية اليوم عدنا مراجعة في اللغة العربية لسنة الثالثة ابتدائي نتكلم اليوم عن الجملة الفعلية والتي تبدأ بفعل إما ماضي أو مضارع أو أمر أولا الفعل الماضي يدل على حدوث عمل في زمن ماضي يعني حدث عمل في الماضي أمثلة على ذلك كتب الأستاذ جملة أي أن هذا الأستاذ كتب جملة وانتهى أيضا حج المسلمون إلى الكابة الجملة الثالثة شاهدت الممرضة في المستشفى صام المسلمون رمضان نمى الزرع بجواري النهري ثانيا الفعل المضارع الفعل المضارع يدل على حدوث عمل في زمن حاضر أو المستقبل ويبدأ بحروف المضارع أنيت أو نأتي مثل ذلك أقرأ القصة في زمن الحاضر أو سيحدث مستقبلا سأقرأ القصة يصلي الناس في المسجد يؤلف الكاتب قصته ألعب عصرا مع أصدقائي يستقبل والدي الضيوفة ثالثا الفعل الأمر الفعل الأمر يدل على طلب حدوث عمل في زمن المستقبل مثل ذلك أدخل إلى المنزل إذن أنا طلبت منه أن يدخل إلى المنزل في المستقبل أمثلة أخرى عن الفعل الأمر إلعب الكرة شاهد المبارة اذهب إلى المسجد راجع دروسك ترجمة نانسي قنقر